أما إذا بدي دور أنه تجارة وأنه خلص طلعت مصاري تعوادت على المصاري وأنا أنا صغير كنت طلع مصاري كنت صغير طلع يعني من شغلات كتيري كن عندي كتير شغلات ما بدي أحكي عنها هلأ بزغري كنت لقي حالي معي مصاري هون معي مصاري هون معي وما أعرف شو إيمت المصاري عشان هاي كي كبرت ولا هلأ ما بعرف إيمت المصاري خبرنا أكتر عن طفولتك شو هلأ هلأ الأصص اللي كنت عمله نطلع منهم مصاري كيف كان ربيع الأسمر يقضي طفولته كيف بتوصف طفولته لأنا أول شيء ما كان عندي أهل ما كان عنها بتعرفي أنه رح نحكي عن هيدا الموضوع ايه موضوع المبره وهيك يعني بالعكس ذكرية حلوة يعني أنه مو أنا والله بعيش بمأساة أنه أنا كنت بمبره إلا لا وبصوط تربيتي حتى ما كرر اللي قايلو بلقاءات تاني زبدي أنه طلعت بأداب بأخلاق بتربية بنبسط بس أحكي بنبسط أني ما انحرافت ما ضعت أنه يا هلتورة بتعاطى بعمل بسوي بروح بالتهي بالإقمار بل كذا لا وبسعد نفسي بعيش حياتي وبعيش آخرتي بنفس البعض ربيع الأسمر مثل ما ذكرت أنت والدك توفى أنت وصغير ووالدتك تركتكن أنت وإخواتك وبدنا نذكر هون أنه والدك من الطائفة الشيعية ووالدتك من الطائفة المسيحية من بعد ما تركتكن ورحتوا على الميتم والدت مسيحية مارونية بس ما بيطلع لي أطلع رئيس جمهورية أنا أنا كتير مرحي يعني بعمل جاولة لبنان بجنن أحلى من اللي موجودين هلا لا كيف الصاجي والكارة بما أنك زبت سيرت رئيسة الجمهورية مع أنه شوي هيك عم نسبق على الحديث عندك اسم لرئيس الجمهورية مين بتختار؟ والله أنا من زمين قلت هيك ردية مهضومة شو قلت أنا قلت له رح قل لك يا أها منها بعد عيوني فرنجي بيلبق لك من بعد عون رئاسة جمهورية هي قلتها من زمين تختار سليمان فرنجي رئاسة جمهورية بحبه 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 شباب لكيتو موافه أنا هيك يعني رح يقدر يغير برأيك رح يقدر يحسن شي بالبلد إذا أخذ فرسته ليش عم يخلوا حدا يحسن شي بالبلد لا ما حدا يرتكى حدا كل العالم مثل بعض نحن ما عم نقول والله فلين معه حق وفلين معه حق أنا موضوع الأحزاب وموضوع سياسي موضوع ما بحبه أبدا أكثر بيفكروني أنا رجل سياسي يعني أنه بحب أتعاطب السياسي لا لا بس عندي رابط بأرضي واحد مثلا بتقولي بتلاقي مع عيلتنا معني ابن عشيري بقول مع العيلي من هودي اللي بحبه العيلي أنا بحبه لأنه بحب العيلي اللي عندها قيام اللي عندها إنساني فأنا هاك نفس الشي أنا اللي بحب أرضي بسقول أرضي يعني شعبي وأهلي وعرضي وماك وديني وكل شي فهيدا موقفي أنا كموضوع لبنان إنسان وطني مي بالمية بامتياز ما بحب واحد ينسبلي إني أنا سياسي أبدا 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 ترجمة نانسي قنقر